من جديد مرحبا بكم في حال البلد ومرحبا بضيفية داخل الستوديو السيد اللواء معاش عمر أحمد نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم والسيد مصعب برير المدير العام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بيده الكثير من الملفات لكن طبعا لا شك من اختار ملف النفايات يعني ده ملف ساخن وملف معقد كذلك لكن كذلك ينشط السيد نمر في ملف آخر وملف الحزام الأخضر أو الأحزم الخضراء أو الملحم الخضراء كما يحب أن يطلق عليها وبالتالي فالموضوعين دل بين يدينا في النقاش في هذه الحلقة أو حقه لأنه السيد اللواء عمر اليوم بدأ ضربة شعبية لعمل الحزام الأخضر نخليه يدينا حصاد هذا اليوم في هذا المشروع وما هي أهميته وبعد ما نمشي لملف اللفايات والنظافة فليت الخرطوم طيب أعوذ بالله شطوريين بسم الله الرحمن الرحيم التحية لك أخي الطاهر والتحية لقناة 24 والتحية أيضا للمشاهدين داخل السودان وخارج السودان وحقيقة نزل بكل سعي جدا وهو يتحدث مع شعبه مع جمهوره وكان في الداخل أو في الخارج وواحدة من همومنا الكبير جدا أنه هي قضية تلبية قضية عالمية وقضية شاملة ولكن دائما الناس دائما بيمشوا في اقتصار في قضية النفايات دائما ولكن هي قضية شاملة اللي هي هي شاملة لأن هي شاملة لإنسان وما يحيط به من حيوان من نبات من جماد هو يؤثر فيها وهي تؤثر عليه وتؤثر فيه ولذلك بيقول لك فساد البيئة بيكون بيد الإنسان وصلاح أيضا بفعل الإنسان لذلك أنا أفتكر برضو القرآن من وقت طويل السرعة قال لظار الفساد للبر والبحري لما كسبت أيدي الناس هذا دليل قاطع لأن الإنسان مؤسر على البيئة وهي مؤسر على البيئة أيضا وأفتكر واحدة من همومنا أيضا في الميلي سعلي البيئة والترق الحضرية هي أن نعالج كثير منها القضايا ونحمي مواطننا وشعبنا وبلدنا من أي تلوث الهواء أي تلوث المياه أي تلوث أراضينا لإراضي الزراعية لإراضي الرطبة وإراضي فيها مزارعنا وفيها ذواجينا وفيها مواشينا وبالتالي تصبح قضية البيئة لازم كلها تطور فيها الجهود بتاعة الحكومة والمواطن لذا كذلك اطلقنا لكل مشروعات البيئة أن تكون هناك الشراكة للاقتصاد بسموم شركاء الإنتاج ونحن ضفنا لها كمان شركاء الإنتاج والنجاح لذلك نبتكي لا بد أن نجد الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع والبحث العلمي ولا بد أن نسور الأربعة هذه بتوعية سابقة قوية جدا ولا بد أن نسور الخمس أشياء بالقانون القوي البيحمي الشراكة القائمة بين الأطراف الأربعة ونحيط بهن السور الخامس لذلك نحن حارسين جدا في قضاء البيئة أن نتعامل بنظام الشراكات الآن بينادينا واحد من المشروعات الكبيرة جدا وهي الأحزمة الخضراء ولحظة الخضراء قصدنا منها اللي هي سمينا نحن الملحمة الخضراء وأطلغنا خلاق شعار الملحمة الخضراء من أي البيئة والريف بالأسعاد قلنا البيئة قصدنا منها أنه نحن بنرسل رسالة للعالم أنه نحن في السودان نحن ما ملوثين لكن نحن متأثرين بالتلوث الجانب النتائج العالم الآخر الدول الصناعية الكبرى ولو تلاحظ الآن بدأ التأثير بتاع التلوث التعال البيئي الناتج من الصناعات الكبرى من السلحة النووية من السلحة الكيمائية من الأفعال الصناعية الكبرى أنه وجده في العالم برد واتصر عليهم قبل أن تصر علينا نحن تلاقي حادثها الآن في ضباب في الصين مؤسر جدا وهم خايفين منه جدا تلاقي أنه الآن الشتاء تأخر والجليد تأخر في أوروبا لذلك حتى هم هنا خسائر ضخمة جدا كمية من العطار الآن حصلت لهم نتيجة هذا الأمر نحن الآن بمشروعنا اطرحناه الأحزم الخضراء والملحمة والخضراء من عجل البيئ لأنه اليوم نحن الآن بيشارك بقضية التخفيف بأنه نحن الآن أطلقنا شعارنا هذا هنزل علينا في عام واحد ستة مليون شجا هل يا ربي الصورة اللي هنا للحدث بتاع اليوم تصر على الشاشة وهو بالكنترول الظاهرة إذا الصورة الآن ظاهرة ممكن يتكلم عنها سيد عمر الصورة الآن ظاهرة في الشاشة ده شغل أظن التعليل كده كلمنا عنه والصورة مصاحباك نعم طيب ما ودنا نقوله في قضية الأحزم الخضراء والضربة البداية في الحزام الأخضر وهي سميت الملحمة لأنه نحن الآن نبتكر حشدنا كل عامليننا في المجلس العليل البيئة والترغة الحضرية كل علمانا كل شبابنا حتى عماننا الآن ذهبوا معنا وعملنا ضربة البداية لنؤكد أنه نحن الآن عازمين بالإرادة وليس بالمال بالعزيمة وليس بالمال والإمكانيات أنه نحن ننفذ هذا الحزام والأحزم الخضراء لذلك بدأنا ضربة البداية وشارك فيها عدل كبير جداً من عامليننا لكن الأميز هي بشاركة أهل المصحى المستفيدين فعلاً من الحزام الأخضر وهم المواطنين بتعين المنطقة اللي هبوا ما خلوا لخلوا زبايح لخلوا تكبير لخلوا تهليل لخلوا ترحاب وأنا سعيد جداً بالرضى المواطن وذي أخونا البهمنا أنه الرضى المواطن بهذا المشروع وابتكر أنه ده بحق لهم هدفنا وشعارنا الريف اللي هي تنمية الريف ولان نحن نفتكر الآن هننمي بتنمية حقيقية لأن نحن زارعين لهم شنو نحن زارعين لهم أربعين صف في الصف في عشر أصوف أشجار بتاع الحماية عشر أصوف أشجار بتاع الشوكية غابية في النص بيناتهم زارعين لهم الأشجار المسمرة لهم يستفيدوا منها الآن نحن دربنا القرى وهناهم أنه كيف يزرعوا كيف يحصدوا كيف ينموا كيف يزقوا كيف يرعوا لان ندربنا تدريب كامل إضافة ذلك بعدد كبير جدا من المشروعات حتخش في طار تنمية الريف الريف اللي أنا قصده هنا الجماعة هو الريف مواطنين أصليين حول العاصمة ويعانوا معنا كبير جدا يعني عشر الناس بيشوفوا بيشوفوا الصور دي ويكون أنا عادة أكون شاهدت برضو كتير من الجهود الزي دي لكن طوالة بيتموت بعدم المتابعة والرعاية والموايا هنا الوضعي كمان أعقد إذا ده كان داخل الخرطوم هنا بيشوف الناس بيزرعوا حاجات الجصة دي وضعوها احنا عملنا ثلاثة إدارات عملنا إذا ويبقى للمتابعة البيه الأول أوصى بثلاثة إدارات تقوم في شان الأحزمة الخبراء واحدة منين قال مجلس الإدارة تم تشكيل مجلس الإدارة رهست الأخ الوالي قال تشكل لجنة استشارية شكلنا لجنة استشارية بعدد من الخبراء والعلماء المختصين في التربة المختصين في المبيدات المختصين في الري إلى آخره وقيمنا بعد ذلك عملنا إدارة تنفيذية وهي المنطبئة التنفيذ بتاع الأحزمة الخبراء والتسجير الشعبي في الثلاثة دي هما عملوا الدراسات المتكاملة شكية أصدرنا كتاب كتاب حتى فيه حساب الكربون حتى فيه العايد الاقتصادي أصبحت فيه دراسة فنية ودراسة اقتصادية وتكاملة أصدراء علمانا في السودان من نسازاتنا في الجامعات والمختصين نتيجة هذا الأمر أنا تريحنا وصلنا الآن لنتيجة طيبة جدا بأنه الآن حتى المياه الآن آبارنا تحفرت ومهيدنا كبت وتناكلنا موجودة الاحتياطية وإضافة فوق لذا نحن عملنا غير الآبار نحن في مع شروعنا واحتمدين أيضا على حصاد المياه الآن نجهزنا له واحتمدين أيضا على المياه بتاعة الخيران البتاقي برضو هنوظفها توظيف إيجابي بالحماية اللي عملنا للحزام نفسه الحزام جاي مع المسار بتاع الحاجز الأمني ما من اليوم هو حاجز آخر اللي هي مترين في متر وبيقى أصبح ما بين الحزامين أصبحت زي وادي دي كلها بقي العصاد المياه إضافية غير الزراعة أننا زرعناها في الميدان نفتكر الرؤية العلمية وتكامل التنفيذ التنفيذ الآن وفقا للرؤية العلمية الوضعات لنا المشروع دي استحق الاهتمام واستحق الرعاية والمتابعة كذلك أنا أفتكر جزء من التطورات الفيو ماشا الآن أنا أنه أنت برضو أظنه الآن بتجهد أنا قاعد أشوف الآن في الشعشة دي أظنها هنا في الخرطوم يعني ما مشيت ما بره ما مشيت هذا التجهير الشعبي ها؟ هذا التجهير الشعبي هذا التجهير الشعبي ده برضو واحد من المشروعات اللي احنا أضيفناها للك الشكل ويقول لك المشروع فيه ستة مليون شجرة خلال البرحة اللولة اللي هي منقو البرحة اللولة اللي هي 35 غرب من درمان و35 شرق النير 50 كيلو دي حلن نزرعنا هنا في البرحة اللولة ما بين 35 هنا و35 هناك في 35 أخرى معنية بالتجهير الشعبي اللي هي الطرب الساحات المرادم المحطات الوسيطة مداخل المدن إضافة لذلك المدارس المساجد الخلاوي والسواق عند 29 سوق وكذلك عجرة مناطق صناعية دي كلها معنية بالتجهير الشعبي وكلها قايمة على الشراكات وقايمة على الدعم المجتمع هندعم نحن دعم الخاصة السودانة هيدعم ونحن دعمين كحكومة ونحن نفتكر المجتمع الدولي هيدعم ندعمه كبير جدا خلال المرحلة القادمة نحن الآن عملنا ضربة البداية في الأحزم الخضراء بالعزام الأخضر وضربة البداية بالتجهير الشعبي والنتيجة هتكون إيجابية لصالح المشروع كمواطنين وكبلد وأنا أتكر أيضا كالمنظومة عالمية نحن جزء منها هنقدم الحزام الأخضر دي بتخلي الناس القدام شوي يعني تذكر تذكروا قصة الحزام تذكروا حاجة المؤلمة حزالة الحزام الأخضر أتكرنا بنفكر الأشياء المؤلامة أنه أزلنا حزام عشان نحاول نخد محله مساكن أتكر دي كانت الخطة كبير جدا لذلك أتكر واحدة الأشياء كان ممكن المباني تبقى خلف الحزام يبقى الحزام في النص زيزة الدولة أفريقية بدل أعزم الشيقرية والغابات ما بين الأحياء وما بين الغابات الأسمنتية ووجودة نحن أخطأنا بأن الحكومات السابقة أزالت حزام أكأن نحن هو بيحتمل رئى لولادة خرق لأزلنا لكن الآن هنعوضوا وبأفضل بيزي الله سبحانه وتعالى وبأشمل وبيحاطة كاملة للعاصمة بأسوار اللياح ستكون يا أخواننا سأتكلم عن مرحلة أقولوا لأخواننا فيها ثلاثة مليون شجرة تعالوا نحن نعمل أربعة مراحل المشروع هذا ينتهي 2020 يقل لغرار السيدة الجمهورية 283 والتي هي استراتيجية التنوع الحيوي في السودان يقل للشعار هذا نحن الآن سنزرع 12 مليون شجرة حول العاصمة طيب أبتكر في في الأيام القادمة في سيد الرئيس سيبدأ بضربة بداية في المشروع نعم نحددنا يوم الغصر حددنا يوم 24 سيكون التتشين لمشروع الحزام الأخضر وسيكون في غرب أمدرمان بطاعة مبدة وهو سيكون بتتشين الخمس كيلو الأولى والتي هي مزروعة بجارة مصبرة والظلية والغابية والشوكية لكلها بين مشاركة الجمهور ومشاركة بواطننا لكن سيكون على قيمتهم أيضا أنا حي هنا وزير مجلس الوزراء الأمير رحمة سعد عمر هو رئيس اللجنة العليا التشجير الشعبي ويرعم على السيد الوالي هذا المشروع هما سيكون الحضور والتشريف لهذا المشروع وأنا أعتقد من أهم ما فيه أنه ضربة البداية يكون فيه خمسة ألف من أبنانا في الخدمة الوطنية فيه ثلاث ألف من شبابنا فيه اتنين ألف من طلابنا إضافة إلى عدد أربع ألف من هال المنطقة دلهم هايزرعوا في نفس اللحظة هايزرع فيها السيد الرئيس الجمهورية الشجرة والحاتكون بيسمه وبعد ذلك فيه مزارات لكل للإعلامين هتكون بيسمهم للفنانين هتكون بيسمهم للموظفين بيسمهم مؤسساتنا العامة مؤسساتنا الخاصة أهداري كل المجتمع لكم مشاهدة واحد قال لعله ملاسي كتب في السوداني قبل كم يوم قال والله يا أخي عمر نيمير ده بيعمله في مشروع كبير الله يستر قال مع التعديلات الجاية دي يكون عمر نيمير ده يحرقون من من الحتة دي والمشروع ده يروح في يعني يروح في من من الاهتمام اللاقيه الآن يعني برضو التخوف أنه أحيانا التغييرات بتاعت البناصب دي بيجي كل وزير يبدأ من يبدأ من ملف واهتمام آخر فبرضو الناس في تخوف حقيقي يعني غير التخوف بتاع أنه والله الحكاية دي تكون تحت العناية والرعاية المستمرة من الدولة اللي قامت بالمشروع الكبير ده في نفس الوقت أنه مرات اهتمامات وأمزجة المسؤولين تتغير والحكاية يفتحوا لهم ملف تاني وينسوها زي كنانا والرهد ناس كده قاموا قالوا يحفروا قاموا عنه بعد شوية خلوه يعني تصبح مثل مبادرات مرتبطة بأشخاص أكثر من أنها مرتبطة بنهج والسياسات لكن نحن نطمنا أنه هذا المشروع إن شاء الله هو لأنه ما مشروع بتاع النبر ولا مشروع بتاع المجلس اللي بيخلناه يبقى مشروع يأخذ القومية حقته شكدا لو لحظت في إدارة التنفيذية مثلا فيها 25 فيها أربعة فقط هما من المجلس بقية الواحد عشرين هم ممثلوا وزارة اتحادية ممثل وزارة اتحادية وصحاب تخصصات الجماعة ذات الوزر الاتحادية هنه هم ذات الورجل لا أنا أتكلم عن الوزير كوزير أنه möt'كلم عن التيمن التحدي اللي بيشتغل اللي بيقى تقلق الموظفين المختصين في الوزارة الزراعة الاتحادية المختصين في لغبات في وزارة الوزارة والكنهائية بتلقى الجامعات الناس المختصين من الجامعات هتلقى التمثيل لكل الفياد بتلقى مجلس الإدارة فيه اتنين ثلاثة من الحكومة كل البقية هم الناس المتمين بالشان وعندهم حرصة جدا أقام الشوقي أبد الله أحمد عبد الله دكتور عبد العظيم وقص على ذلك بعد نتمنى التوفيق والعون لهذا المشروع الكبير المجتمعي بحق وعنده قيمته ما يشوفه الناس أثر في الراهن أثر المستقبل كبير لا شك